الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين يقول شيخنا الشيخ عبد الله رحمة الله عليه في كتابه الشرح القويم على الصراط المستقيم صحيفة 362 ولم يصح هذا الدعاء أيضا عن عمر ولا عن مجاهد ولا عن غيرهما من السلف كما يعلم ذلك من كتاب القدر للبيهر الدعاء الذي فيه اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا محروما مقترا علي رزقي فمه عني حرماني وشقاوتي وتقطير رزقي هذا الدعاء لم يصح لا عن عمر ولا عن مجاهد ولا عن غيرهما من السلف الى وصحب الان في أم الكتاب الفيين تعود في الأنعة يقولون في هذا الدعاء قد تقولون او الله انتقل مقارن في مسل عاربا صغري في مسل أضافة أو تغطر في منطق بطريقة تشبه تم giro أني سواء يعني أنني سواء سولان هذه الأرض تتحسن لم يكن تم أطراف من علم رسول مرجع أو من أول الشعب ونا Dit لنصل كأن هذا المصدع قد هو الوحسن سيكون على مطلع به تغيير من الورق ات التي لا تغيير فإذا كان هذا المنطقة ورإضاء مدلاً عن عمر ومجاهد فإذا كان أدب أي خطأ يكون مرحل مع أن تغير في قضاء لكن يقول البيحق يعني يقول رويا كذا يعني كي تاب البيحق على القدر كيتاب موоссى أشار إلى أن هذا لم يصح الإمام البحاقي في صورة القدر يجب أن تفعل أن هذه الأشياء لم يكن تفعلها وقال إنه كان صحيح يجب أن تفعلها في نفسه تغير موضوع ويجب أن تفعلها وليعلم أن المشيعة الله وطاقديره الأزالي لا يتغيير لأن المشيعة يتغيير الحدوث والحدوث ينا في الأولوية يجب أن تعرف أنه مخلوق بالتغيير ومن ثم نعرف أن يكون كيف يتغييره كيف يتغييره؟ رصانبت بأن يتغييره ومخلوق أن يتغييره بانه الأرض يتغييره 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 ليس كذلك وما في الحدث الذي أخراه ابن ماجا لا يردو الكتر ليس لهم إلا الدعاء هذا يجب إلا الكتر ليس للمعالق الكتر ليس للمعالق المؤسسين للقضاء الذي يقول فيها كهي على المؤسسين في شكو الهدوة دعوة احب الشرق المؤسسين تقبل التقلق بين رصير الميع ويوغي على المؤسسين بشكل لا ينتقل دعوة أبدا على المؤسسين للغادر أجل أسهل ما يتحدث كانت للغادرة ليس ذلك الذي يقولون سريع أن فلان يكون عمره قصير ورزقه قليل ويصيبه بلاء وحرمان وأنه إن دع الله أو تصدق أو بر والديه يعمره كثيرا ورزقه كثيرا فقيل له معلق بالنسبة للكتابة أما بالنسبة للمشيء الأزالية ما في شيء اسمو معلق ليش يان الله عالم ما يكون إذا كن ربنا عالم ما يكون إذا الله عالم أيو الأمريني كاين شاء أيو الأمريني كاين مامل هذا الأمر ربنا ما عالمه فبتالي ما قدره لأنه ما عالمه كل هذا بسير كفر إذا فقط قلنا اقلنا للمشيء كثيرا فقط كبير المحل بارث عالمية؛ إذا قدران يكون قدران اقلنا لمن ثاني قدران طلس لتكور وحرمان عنها لا يوجد أن يكونوا تقريرتا في تلك أحيان المتحدثة سوالين أحاول سيارة هل ترسين الله عليها سوال الله عليها ولكن لذلك الناس للمزالية ليس المتحدثون لذلك 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 الله أريد أن يجب أن يدعون أن يوضح لذلك الناس لذلك الناس للمزالة ثم يساعدون ما هي يقول لا يقول نحن مافي شي معلق بالنسبة للمشيال الازالية وعلم الله الازالية لا يقول لا شيء ما يقولون وليس موجود وما يقولون أنه يقول إن الله ماليمة وما يكون إذا كنت نتعلم يقولون انه الله لقد اراده ولم يكونون هناك من تقولون إنه هو يقولون Certains peuvent dire Oui, Allah n'a pas encore décidé Mais ça veut dire Il n'essaie pas Et tout ça, c'est de la mignonne Ça revient On dit Allah a su tout ce qui va venir Et tout ce qui va venir Allah l'a prédestiné Alors on a dit Le hadith ne repousse La prédestination Conditionner Ce qui est écrit par les anges Que l'invocation C'est à dire Par rapport à leur écriture Et ce n'est pas par rapport A la volonté de Dieu Je pense que ce qu'on va lire J'ai déjà commenté Mais on va le lire Il a fait un livre Qui s'appelait Je pense qu'on a dans la bibliothèque Et il a bien parlé Il a bien rapporté Les paroles prophétiques A ce sujet Il a bien parlé Et il a beaucoup abordé Des hadiths Au sujet de l'Qadr Au sujet de l'Ijaz Tahta Mashi'atillahi ta'ala Alors il a dit Que cette invocation Qu'on a dit au début Ça n'a pas été confirmé Que c'est Omar Qui a dit Ou c'est Mujahed Ou d'autres Par une chaîne juste N'a pas été confirmé juste Mais il a dit On a dit S'il a dit Un parten S'il a été rapporte De l'élève Mais ça n'a pas été confirmé juste Un parten S'il a été rapporte De l'élève على ابن عبيد حدثنا عبد الرحمن بن أصحاق عن قاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله هو ابن مسعود قال ما دعى عبد بهذه الدعوات إلا وسع الله عليه في معيشته يا ذا المن ولا يمن عليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا ذا الطول لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين ومأمن الخائفين إن كنت كتبتني في أم الكتاب عندك شقيا فمعني اسم الشقاء وأثبتني عندك سعيدا وإن كنت كتبتني في أم الكتاب محروما مقترا علي رزقي فمعني حرماني وتقدير رزقي وأثبتني عندك سعيدا موفقا للخير فإنك تقول في كتابك محو الله ما يشاء ويثبت وعندهم مل كتاب فهذا موقوف Alors, البعيه قيل dans le livre Al-Qadr à la page 215 il a cité une chaîne jusqu'à ابن مسعود jusqu'à Abdullah ibn مسعود que celui qui dit ses invocations Allah SWT lui donne assez de pourvoyance durant sa vie يَذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْكِ c'est lui qui a des mérites sur les créatures et on peut pas et les gens n'ont pas de mérites sur toi يَذَا الْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ يَذَا الْطَوْلِ يَذَا الْطَوْلِ يَذَا الْطَوْلِ يَذَا الْطَوْلِ c'est lui qui a des grands mérites sur ses créatures يَذَا الْطَوْلِ c'est lui qui soutient ceux qui sont dans les difficultés ceux qui refugent à toi ceux qui demandent ton soutien وَمَأْمَنَ الْخَاِفِينَ ceux qui ont peur c'est toi qui les soutiens qui les fortifie et il a dit si tu m'as écrit dans le tableau préservé malheureux alors efface le malheur de moi et confirme moi avec les heureux que je serai heureux et si tu m'as écrit dans le livre le tableau préservé privé j'ai pas assez de pourvoyance alors enlève ma privation et change mon état pour que je puisse avoir assez de pourvoyance et confirme moi avec les gens heureux qui sont guidés dans le bien parce que tu as dit dans ton livre يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاُوا وَيُثْبِتُوا وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ Allah Ta'ala efface ce qu'il veut il confirme ce qu'il veut et tout est écrit dans le tableau préservé il a dit ça c'est une parole d'Ibn Mas'ud ce n'est pas la parole de Sayyidina Mohamed c'est Atribir Ibn Mas'ud alors on va citer par la suite on va voir qu'est-ce qu'il dit le biaque de cela وروي عن أبي حكيمة عن أبي عثمان النهدي قال سمعت عمر بن الخطاب وهو يطوف بالكعبة يقول اللهم إن كنت كتبتني في السعادة فأثبتني فيها وإن كنت كتبت علي الشقوة والذنب والمقت فامحني وأثبتني في السعادة يمح الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب هكذا رواه حمد مُسلم عن حكيمة وان أجد ان أعتقد هكيمة عن أبي عثمان يقول أ Realmاء المتجمع على الرواه م SEO قال إذا كنت أتخذ لك في نفسي فإذا كنت أتخذ لك في نفسي وإذا كنت أتخذ لك في نفسي إذا كنت أخبرتك في المساعدة في المساعدة لأنني سألواني من تلك المساعدة إذا كنت أخبرتك في المساعدة يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَأْ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ عُمُّ الْكِتَابِ يَلَى سِتْتِي الْأَيَةِ وَنَا يَسْتِي الْأَيَةِ وَا بِمَعْنَا رَوَهُ شَمْ أَدْدَسْتُوَائِ عَنْ أَبِي حَكِيمَةَ مُخْتَصَرًا وَقَالْ فَإِنَّكَ تَمْحُ مَا تَشَأْ وَتُثْبِتُ وَعِندَكَ أُمُّ الْكِتَابِ بَخَشْدُوا سَعْ أَذِكْ بِغِيَفْمَنْ لَرَبُورْتِي الْهِشَامِ الدَسْتُوَائِدُ وَأَبِي حَكِيمَةَ إِكِ لَا دِي أَبْخَي الْآيَةِ فَإِنَّكَ تَمْحُ مَا تَشَأْ بس بلفز يعني فَإِنَّكَ تَمْحُ مَا تَشَأْ وَتُثْبِتُ وَعِندَكَ أُمُّ الْكِتَابِ وَأَبُوْ حَكِيمَةَ اسمُهُ عِصْمَةَ كي يَي أَبُوْ حَكِيمَةَ يسَأَلْ عِصْمَةَ كي يَي عِصْمَةَ بِصْرِي يُنْ تَفَرَّدَ بِهِ سَي أَنْ دُوْلْبَصْرَةَ يَي أَنْ دُوْلْبَصْرَةَ يَي أَنْ دُوْلْبَصْرَةَ يَي أَنْ دُوْلْبَصْرَةَ فَإِنْ صَحَّحَ شَيْءٌ إِنْ صَحَّحَ شَيْءٌ C'est la parole d'Albayhaki إِنْ صَحَّحَ Si c'est juste يعني il n'a pas dit c'est juste Si c'est juste quelque chose de ce qu'on vient dire de Omar ibn Masoud فَمَعْنَاهُ يَرْجِعِ لَمَا ذَكَرْنَا مِنْ مَحْمِ الْعَمَلِ وَالْحَالِ C'est ce que je vous ai expliqué avant Si c'est quelque chose de ça et juste de Omar ibn Masoud c'est dans le sens change mon état change mon état de la désobéissance à l'obéissance Si je serai dans l'état de ceux qui sont malheureux fait que je serai dans l'état de ceux qui sont dans le bonheur qui agissent dans le bien وَتَقْدِيرُ قَوْلِهِ بِقُولِ الْبَيْحَقِ تَقْدِيرُ قَوْلِهِ أَعْمَلُ عَمَلَ الْأَشْقِيَةِ وَحَالِ حَالَ الْفُقَّرَةِ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِي فَمْ مُعَنَّ ذَلِكِ وَإِثْبَتْنِي بِعْبِئِ وَإِثْبَاتِ عَمَلِ السُوَادَ وَحَالِ الْأَغْنِيَةِ Alors voilà il l'a dit clairement ça veut dire la signification de cette parole Oh Allah si tu m'as écrit que je fais l'acte des malheureux et mon état c'est l'état des pauvres une période de ma vie alors efface cela et confirme moi dans les actes des heureux et que je serai avec ceux qui ont leur satisfaction وَجْعَ الْخَاتِمَةِ أَمْرِي سَعِيدًا وَجْعَ الْخَاتِمَةَ أَمْرِي سَعِيدًا et fait que j'aurai la mort sur l'islam dans le bonheur c'est à dire sur l'islam مَوَفَّقَ الْخَيْرِ en étant quelqu'un guidé dans le bien فَإِنَّكَ قُلْتَفِي كِتَابِكَ يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءَ Allah Ta'ala efface ce qu'il veut c'est à dire efface ce qu'il veut ou enlève ou change de certains actes parmi les malheureux وَيُثْبِتْ أَيْمِنْ عَمَلِ السُعَادَ et il confirme parmi les actes des heureux وَيُبَدِّلُ مَا يَشَاءَ مِنْحَالِ الْفَقْرِ وَيُثْبِتْ مَا يَشَاءَ مِنْحَالْغِنَا et il change l'état de certains de la pauvreté à l'état de la satisfaction فُمَّ الْمَحْوَ الْإِثْبَاتِ جَمِنْ عَنْ مَصْتُرَانِ فِي أُمُّ الْكِتَابِ et tous deux ce qui a été la premier état et qui va être changé par la suite tous deux sont écrits dans le tableau préservé وَعَنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ et le fait qu'Allah le change à un autre état c'est écrit dans le tableau préservé mais ce qui est important à savoir toujours que la volonté de Dieu ne change pas suite à une invocation ou suite à une aumône mais c'est plutôt notre état change par la volonté de Dieu qui ne change pas parce qu'Allah a su tout ce qui va être avant qu'on soit créé et ce qu'il a su qu'il va être il l'a prédestiné إذن المهم في هذا أن نعلم أن مشيئة الله لا تتغير لدعوة داع أو صدقة متصدق أو بر والدين أو صلة رحم إنما الذي يحصل أن الله يغير حالنا بالدعاء وبالصدقات وببر الوالدين يغير حالنا بمشيئته الأزالية لأنه علم أننا نبتلى فندعو أو أننا نبتلى فنبر والدين فَيُغَيِّر حالنا بمشيئته سَبَقَ فِي عِلْمِهِ أننا نفعل ذلك وشاء ذلك Allah a su qu'on va être éprouvé et qu'on va faire un doa et qu'on va être soulagé après Allah a su que telle personne va être éprouvée et qu'il va prendre soin de ses parents et que Allah Ta'ala le soulage par la suite suite à ça mais tout par sa volonté et par sa science qui ne change pas هذا كل راجع إلى المشيئة والعلم هذا دوما il nous reste encore quelque chose à ce sujet de القدر et puis bientôt le chapitre va être terminé وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمْ وَأَحْكَمُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْحِهِ وَسَلَّمُ آمين فيكم موسيقى موسيقى